أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرق سالمين البحسني على أهمية دور رجال الدين والعلماء في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتوحيد الخطاب الديني بما يعزز الاستفاف الوطني خلف القيادة السياسية لإنهاء الانقلاب والتمرد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وقال النائب البحسني خلال لقائه إمام وخطيب جامع مسجد عمر بالمكلة بمحافظة حضرموت الشيخ صالح الشرفي يجب على رجال الدين أن يتحملوا المسؤولية الوطنية والرسالة الدينية في الوقت الحالي وأن يسخروا جهدهم في خدمة الدين الإسلامي وإعلاء قيامه السامية وصون ثوابته ومقدساته بكل أمانة وإخلاص مجددا حرص مجلس القيادة الرئاسية على دعم رجال الدين والعلماء من خلاله تقديم كافة التسهيلات لهم وتدليل الصعوبات لتمكينهم من أداء واجبهم الوطني والديني وثم نعض مجلس القيادة الرئاسية دور الشيخ الشرفي في حالة الكثير من الخلافات المجتمعية وإصلاح ذات البين والتقريب بين وجهات النظر مشيدا بالأدوار الوطنية والتضحيات التي قدمها في معركة تحرير ساحل حضرموت من التنظيمات الإرهابية في الرابع والعشرين من إبريل 2016 وبدوره أكد الشيخ الشرفي أن العلماء بحضرموت مستمرون في عطائهم لإرشاد المجتمع إلى عمل الخير وحثهم بالوقوف خلف القيادة السياسية الشرعية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانيا